احرث وازرع أرض بلادك بكرات ترخر لبلادك كابد وسهر تغرس فيها زرعك يثمر خذ وعطيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام في كل مكان بكل خير عبر أثير راديو الثورة في برنامجنا الأسبوعين متجدد دائما فسح الجمال والذي يقدمه لكم المهندس يدي السوف يوم الاثنين من كل أسبوع حدثنا في الحلقة الماضي عن تقنيات الزراع المائي وتكلمنا عن التقنيات اللي بتعتمد على وسط زراعي أو دعامي أو مادي حاملي رح نحكي اليوم عن الأوساط الزراعي المستخدمة في الزراع المائي من حيث أنواعها ومييزاتها وللحديث عن هالموضوع بشكل مفصل سيكون معنا ضيفنا الدائم الدكتور رضا دريعي أستاذ مساعد في كلية الهندسة الزراعي في جامعة إدلب ومختص في علوم البستنة الزراعي مرحبا بكم دكتور رضا تحياتي لك أستاذ إياد ولجميع لكم مستمعي ومتابعي راديو الثورة دكتور رضا تحدثنا في الحلقة الماضي عن تقنيات الزراع المائي اللي بتحتاج لوسط زراعي دعنا نتحدث اليوم ونعرف متابعينا على هذه الأوساط المستخدمة في الزراع المائي كما ذكرت أستاذ إياد تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض التقنيات التي تستخدم فيها أوصاط زراعي أو مادة حاملة أو ما يسمى بدعامل الجذور وذكرنا مبررات استخدام هذه الأوساط وقلنا أنها تتلخص بتدعيم وتثبيت المجموع الجذري تأمين الأكسوجين الذواب للمجموع الجذري إتاحة كمية أكبر من العناصر المعدنية والماء للجذور أما عن هذه المواد المستخدمة كأوساط زراعية في مجال الزراع المائي فإنها تقسم بشكل عام إلى ثلاثة أقسام أولا أوصاط زراعية عضوية مصدرها نباتي غالبا كالترب والقش والمخلفات النباتية والكمبوست وغير ذلك المجموعة الثانية هي الأوساط المعدنية الطبيعية كالرمل والحصى والبوزالين أوصاط معدنية معالجة كالبرليت والفيرميكوليت والصوف الصخري والطين الممدد تمام دكتور دكتور هل هناك معايير معينة عند اختيار هل أوصاط الزراعية اللي حضرتك ذكرتها؟ طبعا أستاذ إياد لابد من توفر بعض المعايير عند اختيارنا لوسط زراعي معين واستخدامه في الزراع المائي كأن تكون هذه الأوساط الزراعية خامل كيميائيا أو تمتلك نشاط كيميائي بالحد الأدنى أن تكون ذات قدرة جيدة على الاحتفاظ بالماء مع السماح بتهوي مفالي للمجموع الجذري دكتور إذا ردنا نوضح للأخوة المستمعين شو المقصود بخامل كيميائيا؟ خامل كيميائيا أي أنها لا تطلق عناصر معدني في الوسط المغذي أنا بالنسبة للوسط المغذي أقوم بإضافة العناصر المعدنية ضمن هذا الوسط وأقدم هذا المحلول المغذي للنبات بحيث يحصل النبات على احتياجه من العناصر المعدنية من هذا الوسط المغذي أما عندما يكون الوسط الزراعي غير خامل كيميائيا فإنه يقوم بإضافة عناصر أخرى ضمن هذا الوسط وبالتالي يؤدي إلى خلل في تركيب العناصر المعدنية ضمن الوسط لذلك أنا أفضل أن تكون الأوساط الزراعية خامل كيميائيا أو نشاطها الكيميائي بالحد الأدنى أيضا من معايير اختيار الأوساط الزراعية أن تتميز باحتفاظها بالخصائص الفيزيائية الأساسية عدم التحلل، انضغاط، نتيجة الاستخدام المتتالي أن لا تحتوي على عوامل ممرضة ولا على منتجات سامة ولا تسبب أضرار فيزيائية للجذور كالجروع والتي بدورها ممكن أن تؤدي أو تشجع على انتشار العدوى بالعوامل الممرضة كأمراض فطري وأمراض نعم، ولهذه الأسباب تستبعد الأوساط الزراعية العضوية أو تستخدم بشكل بسيط كونها غير خامل كيميائيا وتستخدم بالتالي الأوساط المعدنية الطبيعية والأوساط المعدنية المعالجة دكتور ما هي الأوساط المعدنية الطبيعية؟ من المواد المعدنية الطبيعية المنتشرة بكثرة والمستخدمة الرمل، الخشن عادة، الحصى، البوزالين بالنسبة للبوزالين هو صخور بركاني ناتج عن تجميع وترسيب الحبيبات الصلبي والمتطايرة التي تقضيفها البراكين إلى مسافات بعيدة أو قريبة بحسب حجم ووزن تلك الحبيبات والتي تتباين بناءً عن ذلك في خواصها الكيميائية والفيزيائية نذكر الخصائص لأهم الوساط المعدنية أهم الخصائص لهذه أوساط المعدنية الطبيعية بالنسبة لقطر الحبيبات، بالنسبة للرمل الخشن هو أصغر الحبيبات قطره يتراوح بين 0.5 إلى 2 مليمتر أما الحصى والبوزالين فأقطرها متشابهة تنحصر تقريباً ما بين 5 إلى 15 مليمتر بالنسبة للكسافة الظاهرية، الرمل والحصى متقاربة تقريباً واحد ونص بالنسبة للبوزالين، الكسافة الظاهرية واحد بالنسبة للمسامية، مسامية الرمل والحصى أيضاً متقاربة 38% و43% بالترتيب والبوزالين، مساميته حوالي 73% بالنسبة للاحتفاظ بالماء، الرمل الخشن حوالي 20% قدرته على الاحتفاظ بالماء 7% بالنسبة للحصى و19% البوزالين درجة الحموضة تقريباً معتدل إلى قلوي بالنسبة للرمل الخشن والحصى مائل إلى الحامضي بالنسبة للبوزالين حوالي 6.5 السعة التبادلية الكاتيونية معدومة سبات التركيب جيد جدا فترة الاستخدام تصل إلى عدة سنوات مشتركة بين الأنواع الثلاثة نعم مو دكتور؟ نعم دكتور شو هي ميزات الأوساط المعدنية الطبيعية؟ عموماً عموماً الأوساط المعدنية الطبيعية تتميز بالميزات التالية الخمول الكيميائي كما ذكرنا ضعف المقدر على التبادل الكاتيوني سهولة التخلص من الأمراض وطول فترة الاستخدام تمام دكتور كعيوب ما بتمتلك بعض العيوب هالأوساط؟ طبعاً لها بعض العيوب أهمها ضعف المقدرة على الاحتفاظ بالماء كما ذكرنا قدرتها على الاحتفاظ بالماء منخفضة حوالي تقريباً 20% للرمل الخشين 7% بالنسبة للحصى و19% بالنسبة للبوزالين يعني هذا العيب الظاهر اللي بتبتلكم المجموعات تلاتي الرمل والحصى والبوزالين ضعف قدرتها على الاحتفاظ بالماء تمام دكتور شو هي الأوساط المعدني المعالجة؟ بالنسبة للأوساط المعدني المعالجة هي أوساط صناعية ذات طبيعة معدنية نتجت من صخور مختلفة بعد معاملتها حرارياً من أجل زيادة المسامية فيها والشائع منها هو البرليت والفيرميكوليت والصوف الصخري والطين الممدد دكتور منحسن نحكي عن كل نوع من هالأنواع منبدأ بالبرليت؟ بالنسبة للبرليت هو عبارة عن صخر بركاني من سيليكات الألمنيوم يسخن حتى الدرجة 968 حيث يتمدد لأكثر من 20 ضعف هذا البرليت ذو جزيئات بيضاء أو نتيجة هذه العملية تتكون جزيئات بيضاء خفيفة تحتوي على فراغات هوائية مقفلة ضمن هذه الحبيبات تحتوي هذه الصخور على نسبة 5% ماء وعند عملية التسخين تتبخر جزيئات الماء مسببة تمدد البرليت طبعاً هو خامل من حيث الشحنات ومتعادل حموضة تقريباً وخالي من العناصر الغذائية يمتص الماء على سطحه الخارجي ويدوم فترة طويلة دون أن يتكسر وهو معقم لا يتأثر بعملية البسترة يعتبر بديل خفيف للرمل ووزنه حوالي 6% من وزن نفس الحجم من الرمل لكنه يطفو على الماء على سطح الماء ويتميز بوجود غبار لهذه المادة دكتور بالنسبة للنوع الثاني واللي هو الفيرميكوليت بالنسبة للفيرميكوليت عبارة عن سيليكات عندما تسخن إلى الدرج 745 تتمدد وتكون طبقات شبيهة بالمايك تحتفظ بالماء والعناصر الغذائية خلالها وخارجها بدرج كبير حيث أن لها قدرة كبيرة على تبادل الكاتيونات وهو عموماً خفيف الوزن ويحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم والمغنزيوم القابلين للامتصاص ولكنه يتكسر بسهولة والنوع الثالث دكتور واللي هو الصوف الحجري على اعتبار عم نحكي عن أنواع الأوساط المعدنية المعالجة بالنسبة للصوف الصخري هو من الأنواع الأكثر استخداماً والأكثر شيوعاً في الزراعة المائية تم الحصول على الصوف الصخري باستنباط مزيج من الصخور البازلتي والكلسي وفحم الكوك المذاب على درجة حرارة 1600 درجة تشضى بعد ذلك المادة المصهورة على شبك دوار إلى كثير من الألياف الناعمة جداً وتصمغ عند تبريدها بالراتنج ثم تغلف بماد محب للماء وتسوق هذه المنتجات على شكل قوالب ومكعبات جاهزة للاستعمال وهي عبارة عن مواد خفيفة ذات مسامية عالية وقدرة كبيرة على الاحتفاظ بالماء دكتور والنوع الرابع والأخير طين الممدد كان نوع من أنواع أيضاً أوصات بالنسبة للطين الممدد تحرق حبيبات الطين الرطب على حرارة 690 درجة مئوية لتكوين حبيبات صلبي أخف من الرمل بحوالي 60% لها قدرة كبيرة على التبادل الكاتيوني وتحتوي على فراغات كبيرة فيما بينها تستطيع أن تحمل كمية من الماء والعناصر الغذائية المضافة ولا تحتوي بنفسها إلا على كميات ضئيلة من العناصر الغذائية ينتشر استخدام هذا المنتج في البلدان الفقيرة بالحصة لكنها غنية بطبقات الطين توضع النباتات في أصص محتوي على الطين الممدد ومزود بخزان ماء وتتم التغذية المعدنية باستخدام محلول مغذي تمتلك هذه الحبيبات أو حبيبات الطين الممدد قساوي كبير ومقاوم جيد للضغط وغير قابل للتحلل إلا أن احتفاظها بالماء ضعيف بسبب انغلاق مسامها دكتور نفس السؤال الذي طرحنا عن أوساط المعدنية الطبيعية نطرحه عن الأوساط المعدنية المعالجة شو هي الخصائص التي تم تلك هذه الأوساط بالنسبة لأهم الخصائص تكلمنا عن قطر الحبيبات ممكن أن نذكر أيضا هنا قطر الحبيبات بالمليمتر يتروح بالنسبة للبرليت من 1.5 إلى 6 للفيرميكوليت من 1 إلى 5 بالنسبة للصوف الصخري تقريبا حوالي 5 ميكرون بالنسبة للطين الممدد متبايني تختلف قطر هذه الحبيبات الكسافة الظاهرية بالنسبة للبرليت من 0.07 إلى 0.08 بالنسبة للفيرميكوليت من 0.1 إلى 0.14 الصوف الصخري 0.08 والطين الممدد 0.08 بالنسبة للمسامية حوالي 97% بالنسبة للبرليت 96% بالنسبة للفيرميكوليت 95% بالنسبة للصوف الصخري و45% بالنسبة للطين الممدد كمان نلاحظ المسامية مرتفعة في كل من البرليت والفيرميكوليت والصوف الصخري بينما مخافضة في الطين الممدد قوة الاحتفاظ بالماء أو قدرة هذه المكونات أو المواد على الاحتفاظ بالماء بالنسبة للبرليت حوالي 53 إلى 58% بالنسبة للفيرميكوليت حوالي 55% إلى 62% بالنسبة للصوف الصخري حوالي 70% إلى 80% والطين المدد حوالي 30% دكتور منلاحظ هون أعلى الشيء بالصوف الصخري هاي تعتبر ميزي تماما قوة الاحتفاظ بالنسبة للصوف الصخري مع باقي المكونات أو الأنواع درجة الحموضة تقريبا متعادلة إلى قلوي بالنسبة للبرليت حوالي 7% إلى 7.2% الفيرميكوليت 7% إلى 7.2% بالنسبة للصوف الصخري 7% إلى 8.5% والطين الممدد 7% إلى 8.3% الساعة التبادلية الكاتيونية معدومة بالنسبة للبرليت متوسطة في الفيرميكوليت معدومة أيضا في الصوف الصخري ومتباينة في الطين الممدد فترة الاستخدام الزراعي وهذا الأمر مهم بالنسبة للبرليت استخدامه لموسم واحد الفيرميكوليت من واحد إلى اثنين موسم الصوف الصخري أيضا يستخدم من موسم إلى موسمين والطين الممدد يستخدم لفترات من موسمين إلى ثلاث مواسم ما ممكن أن يزيد عن ذلك تمام دكتور شو هي الميزات من تلك الأوساط المعدنية المعالجة الشائعة في الزراعة المحمية؟ بالنسبة للأوساط المعدنية المعالجة تمتلك المزايا التالية من خفة وزن مسامية عالية خمول كيميائي منخفض نسبيا ضعف القدرة على التبادل الكاتيوني وعدم الحاجة للتجهيز بشكل مسبق قبل الاستخدام غياب المسببات المرضية أيضا في بداية الاستخدام والعيوب دكتور؟ أهم عيوبها هو عملية الانضغاط والتراص لمركبات أو مكونات هذه المواد وتلفها مع الاستخدام قلنا أكثر شيء الطين الممدد ممكن أن يستخدم من موسمين إلى ثلاث مواسم زراعية دكتور نحن تحدثنا عن الأوساط المعدنية الطبيعية والأوساط المعدنية المعالجة ممكن ننوه لمسألك الأوساط الزراعية العضوية بشرح مقتدب وبسيط أستاذ زياد كما أسلفت سابقا فإن الأوساط الزراعية العضوية هي قليلة الاستخدام ولا يحبث استخدامها في الزراعات المائية كونها غير خاملة كيميائيا ويفضل استخدام الأوساط المعدنية سواء الطبيعية أو المعالجة كونها خاملة كيميائيا لكن ممكن أن نذكر أو نتطرق لبعض الأوساط الزراعية العضوية تماما مستخدمة في الزراعات المائية ولو كان بشكل قليل ممكن أيضا تستخدم بزراعات كخلطات مع التربي تستخدم عادة ممكن نستخدم هذه الأوساط كخلطات مع التربي مثلا الترب ممكن أن نضيفه للتربي العادي بنسب قد تصل إلى ثلاث أو خمسين بالمئة بحيث نشكل خلطة زراعية وتتم الزراعة ضمنه ممكن بعض الأحيان أيضا نزرع ضمن الترب قلنا من أهم الأوساط الزراعية العضوية هو الترب ممكن أيضا أن تتم الزراعة ضمن الترب لكن كما ذكرنا عادة يستخدم بخلطات أو ضمن خلطات مع التربي لدينا أيضا نوع وهو القش أو بالات القش التي تكون عادة عبارة عن المخلفات المحاصيل الزراعية القش الناتج بعد عملية الحصاد خاصة محاصيل الحبوب القمح الشعير إلى آخره تتم هناك بعض المعاملات الخاصة لهذه المادة القش حيث يتم تخميرها قبل عملية استخدامها في الزراعة تستخدم في زراعة محاصيل عادة نستخدم الفريز ممكن أيضا يستخدم الخضار كالبندورة والخيار أحيانا وتتم زراعتها في مكعبات من القش طبعا قلنا يحتاج إلى معاملة خاصة قبل عملية الاستخدام في الزراعة لدينا أيضا مكونات أخرى ممكن أن يكون لدينا ألياف جوز الهند أيضا مستخدمي وحاليا توسع انتشارها بشكل لا بأس به قلنا أكثر الأوساط المستخدمي الصوف الصخري وذكرنا أنه لا يتحلل في البيئة ويسبب مشاكل بيئي وتلوث للبيئة وحاليا يستعاد عنه بأنواع قابلة للتحلل وهذه الأنواع الأكثر شيوعا والتي يتم استخدامها كبديل الصوف الصخري هي ألياف جوز الهند أيضا متوفرة وموجودة ممكن أيضا نستخدم قلف الأشجار ممكن بقايا المحاصيل الزراعية عموما ممكن ما يسمى بالكمبوست بعد عملية تخميره وتجهيزه تمام دكتور كان حديثنا اليوم في هذه الحلقة عن الأوساط الزراعي المستخدمة في الزراع المائي من حيث أنواعها وميزاتها وبعض العيوب اللي بتنوجد فيها نشكر الدكتور رضا جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة والفوائد العظيمة شكرا إلىك الدكتور رضا شكر لك أستاذ إياد ولجميع مستمعي راديو أثونا والشكر موصول لمستمعين الكرام لحسن استماعهم وإلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من هذا البرنامج على أن نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في حلقات قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احرث وازرع أرض بلادك بكرة تنطرخر لبلادك كابد واسهر تغرس فيها زرعك يثمر خذ وعطيها جاهد واسهر تغرس فيها زرعك يثمر خذ وعطيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة